اشتركوا في القناة 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 ocarبت اشتركوا في القناة بقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشمال بيعمل عرضات كتيرة دخلوا 18 كتير فيه الكرات الطولية بيحاول ان هم يشتغلوا فيها بيستخدموا القوة البدنية فيها فانت بتتكلم على فرقة هم فرقة عشوائية ولكن عندهم محاولات يعني مش مش الفرقة السيئة للغاية ولكن طبعا عندهم مشاكل كبيرة جدا في النواحي الدفاعية انت ممكن تضرب كل الحماس اللي موجودة عندهم بهدف تاني هدف تاني اعتقد المهور راح تحت تاني خالص راحت كمان معنوية انت النهاردة عايز تعمل ايه لسيجل هدف عشان تحبط فريق النادل أنا رادي عنده عند وعنده عنده عنده فكرة انه ممكن يسجل هدف التعادل في بقيدي ت خلوه في المشف شابت يوجد هدف تاني في بعمل جيم رائع جدا على الناديلي هو عارف انه كدة كده ممكن يخرج يعني 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 بفروق الإمكانات وفروق لإمكانية مع بينه وبين لاعبت الناديلي وعندو Pen Mat Baka The فرات النهاردة التسعين دية بتاعت النهاردة لازم اللعبت اللعلي يحاول يخلقوا فرصة ويستغلوا بشكل كويس تبتلاب على فرقة عندها مشاكل دفاعية بيلعبوا في صايد جيم وده يعني من اخطر الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها لو اشتغلت انت لو لعبت خط النص اشتغلت بشكل كويس مع التلاتة اللي قدام وابتدوا يعملوا الكرة تلطورية بشكل كويس في اتقان ممكن تروح للجول تلاتة اربع مرات مستقيم لانهم خلي بالك كمان بيعملوا مسياد تسلل بدون وع من نص الملعب يعني الكرة اللي تلعبت للشريف يعني لو تأنى فيها ممكن احنا حتى كمان في الستوديو كلنا وانا لازم تستنى شوية اصبر شوية عندك مساحة كبيرة جدا بتجري فيها وتتحرك فيها وانت عندك السرعة كمان يا عارف الكلام ده ممكن لواحد بطيه شوية فيبتدي يجري بسرعة يستارت بدر شوية انما شريف عنده سرعة لازم عنده ربط في الحتة دي بشكل جيد عشان يقدر يوصل للجول يوم ما بيقعش في الوفصايد ما عندوش مشاكل يبقى كمان قاري اللعيبة اللعيبة ن نص ملعب كويس قوي وبعدهم ربط كويس قوي في الكرات الطلية اللي ممكن يعملوها لكن كون ان انا مستعجل بشكل يعني يعني دائما على طول المستعجل مستعجل 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 لاجري مش هبقى في ربط لازم نربط مع بعضين لعبت نص ملعب لازم ساجل هدف تاني عشان يحصل عملة احباط انت النهاردة شغال في الماتش وفريت النيجر بتشتغل اجريسيف جدا بقوة بتعامل بقوة مع كل الكرات المشتركة ومعقوية جدا 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 ما عندوش حاجة يبكي عليها بالمعنى البلدي يعني ما عندش حاجة تبكي عليها فانت عايز تبقى قوي لعيبة عندها بتحاول تبرز تباين مهاراتها العيبة اللي كان معانيه كابتر نسام عبد الحميد عاصمان لعيب عنده امكانات وخدرات جيدة هو مش مش امتياز ولكن امكانيات جيدة بيحاولوا نقلوا كورة من رجل الرجل بشكل جيد جدا بيعرفوا يعملوها في بعض الوقات ولكن كل ده يتحل لما تستغل فرصة تتاحليك وتسجلها وتخلص الماتش بإذن الله رب العميب كل التوفيق النادي الآيف شوت تان ان شاء الله للتحقيق المكسب بإذن الله رب العالمين هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة هرجوكم انتظرونا